مجلس العموم البريطاني ولا يبدو لانتزاع مواقف أنا في تقديري أنها محاولة من جانب قطر في بداية الأمر لمحاولة تجيير أو محاولة إظهار أن هناك من يدعم ربما الموقف القطري ويستنكر مواقف الدول الأخرى التي ربما تقاطع هذه الدولة ويظهر على ما يمكن أن نقول عنه أو ما تدعيه خطر بأنه حصار وأن هذا الحصار يواجهه استنكار من جانب القوى الكبرى ومن جانب الدول الديمقراطية كبريطانيا ولكن هذا الأمر بطبيعة الحال كان يبدو أنه فيه كثيرا من الفبركة وكثيرا من الاصطناع والاختلاق نظرا لأن تشكيل لجنة برلمانية لا يصدر في بريطانيا بهذه السهولة وبتلك الطريقة ولا تشكل للتحقيق في أمور خارج بريطانيا ولم يكن هذا الأمر واردا أضف إلى ذلك أنه تم الاستعانة بأشخاص كما قلت جيم موريس هذا الشخص لا وجود له من الأساس أضف إلى هذا الأمر طبعا أنها كانت عبارة عن عدد من الساس البريطانيين لا تجاوز ثلاثة تم دعوتهم من جانب أحد منظمات حقوق الإنسان التي كانت تعمل في بريطانيا سابقا بشكل محايد ولكنها بات عملها الآن مشوبا بكثير من ربما نقول الشبهات ربما نقول التأثير من جانب جماعة الإخوان المسلمين الذين باتوا يسيطرون على جزء كبير من عمل هذه المنظمة في بريطانيا وبالبحث عنها تبين أنها مسجلة في بريطانيا كشركة لا تستهدف الربح في سجل الشركات وبالتالي الموضوع كله يبدو أنه فيه محاولة لاستناع شرعية غير موجودة ومحاولة اختلاق حالة غير موجودة من الأساس أعتقد أن كل هذا الأمر يظهر حجم الإفلاس الحقيقي الذي تواجهه السياسات القطرية نعم سيد محمد تحركات الدوحة المشبوهة ونشر الأكاذيب جاءت ربما للتغطية على فشل جولة أمير قطر الأسيوية الأخيرة مع ما سبقته من زيارات أخرى لاقت نفس المصير هل هذه الفبركات هذه المرة جاءت للتعمية والتغطية على هذه الزيارات التي لم يكن من ورائها جدوى جزء كبير طبعا من هذه المحاولات هي محاولة لإظهار أن هناك دورا قطريا وأن الدور القطري ربما يكون قد حقق نجاح كبير في مواجهة ما يمكن أن نقول أنه الدول التي تقاطع قطر وهذا الأمر بطبيعة الحال فيه جزء كبير من محاولة كما قلت لك اكتساب شرعية محاولة من جانب النظام القطري أيضا لمحاولة إظهار أن ما قام به أمير قطر يحصد نتائجه الآن وأنه خرج إلى خارج الحدود للقيام بغزوات أو جعلنا نقول أنه استطاع من خلال هذه الرحلة أن يجيش وأن يحشد أعضاء البرلمان البريطاني لمحاولة الدفاع عن الموقف القطري وهذا بطبيعة الحال ليس صحيحا يعني يزيد الصورة أزمة ويزيد الصورة ضبابية أيضا يضعف من الموقف القطري إلى حد كبير ويظهر على أن موقف دائما هو موقف ضعيف ويحتاج إلى دعم ويحتاج إلى مساندة من جانب الآخرين وهو ما يفتقر إليه بطبيعة الحال نظرا لأنه أنت في النهاية تعتمد حتى في هذه المحاولة أنت كنت تعتمد على جمعية مشبوهة لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين وتتلقى تمويلات بطريقة ما وبالتالي فهنا هنا هنا أعتقد أنه مثل هذه الأخبار تضر أكثر ما تنفع وتسيء أكثر ما تحاول أن تصحح أو كما يدعون أنها يعني تزيل اللبس نعم لندن الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو العينين شكرا جزيلا لك